دلوقتي مشاهدين أنسيب حضراتكم مع موجز لأهم الأنباء الثامنة صباحاً مع هالة فضالي هالة شكراً عبدالصمد الثامنة صباحاً بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي جانباً من الاختبارات التي تعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية حيث أكد الرئيس السيسي حرص الدولة على اتباع أعلى المعايير لانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة علمياً وفنياً وشخصياً وذلك بعد اكتيازهم لفترة تدريب شاملة ومتكاملة وفقاً لأحدث وسائل وبرامج التدريب والتأهيل الفني والشخصي التي تتناسب مع طبيعة عملهم وتؤهلهم لأداء مهامهم وتحمل مسؤوليتهم بكفاءة في إطار جهود الدولة لتحديث الجهاز الإداري بالتركيز على تطوير العنصر البشري والاهتمام بالإنسان والعمل على تحقيق تحسن ملموس في مستوى تقديم الخدمات العامة للمواطنين أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاهتمام الذي توليه الدولة لمشروعات الكهرباء والطاقة بهدف النهود المستمر بالخدمات التي يقدمها هذا القطاع الحيوي جاء ذلك خلال اجتماع لمدبولي لمتابعة جهود وزارة الكهرباء الخاصة بتوفير التغذية الكهربائية لمختلف المشروعات الاستراتيجية والتنموية وكذا إنشاء المحطات والمحولات والتطوير المتواصل للشبكة القومية للكهرباء كما استعرض الاجتماع أبرز الخطوات التي تتم بملف جذب الاستثمارات في مجال الطاقة ضمن توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمحل الخاص المحلي والأجنبي في المشروعات يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمحالي من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة رئيس الجمهورية ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني نصوص مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمكون من ثماني مواد وقعت اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جنوب العاصمة الخرطوم وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الاشتباكات في السودان استمرت رغم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم يتم الالتزام به من جانب طرفي النزاع هذا وأعلنت السلطات السودانية حظر التجول في مدينة بورت سودان من 11 مساء إلى الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي أكدت وكالة الإعلام الروسية أن وزارة الداخلية الروسية وضعت كل من القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية وقائد القوات البرية الأوكرانية على قائمة المطلوبين لديها هذا ورفضت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانيا ماليار الخطوة الروسية ووصفتها بأنها محاولة فاشلة لإضعاف معنويات القوات الأوكرانية أعلنت هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ فضائي يحمل قمرا صناعيا وذلك في إطار خطتها الرامية لوضع أول قمر صناعي عسكري للتجسس في المدار الفضائي وأعلن تسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية فشل إطلاق القمر الصناعي بعد تعطل المرحلة الثانية من عملية الإطلاق مما أدى إلى سقوطه في البحر وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن إطلاق الصاروخ شليما واحد الجديد الذي يحمل القمر الصناعي فشل بسببه عدم استقرار المحرك ونظام الوقود وفي واشنطن أدنى البيت الأبيض بشدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا محذرا من أن هذه الخطوة تزيد التوترات وتزعزع استقرار الوضع الأمني بالمنطقة كما أدانت اليابان هذه الخطوة من جانب بيونج يونج معتبرة أنها تخالف قرار مجلس الأمن الدولي اكتاز تشريع توسط فيه الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كابر مكارثي لرفع سقف الدين الأمريكي البالغي 31.4 تريليون دولار وأقر التشريع لجنة القواعد والتي أرسلته إلى المجلس بكامل هيئته لبحثه والتصويت المتوقع عليه اليوم وجاء تصويت اللجنة بواقع 7 إلى 6 لصالح التشريع الذي يقضي بتعليق السقف الدين حتى الأول من يناير عام 2025 مما يسمح لبايدن والمشرعين بتأجيل هذه القضية المحفوفة بالمخاطر السياسية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024 ورياضيا فاز فريق الزمالك على طلائع الجيش بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على استاد قاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين من الدور الممتاز لكرة القدم هدف الزمالك حمل توقيع كل من حسيم عبد المجيد وإبراهيم اندعي بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 50 في المركز الرابع حصدهما من 29 مباراة في المقابل تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 26 في المركز السابع عشر حصدها من 29 مباراة انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل